فيه وايد ناس تسأل حبينا مجال التصوير ونبي نشتري كاميرا تفيدنا في السفر في تصوير المأكلات في تصوير الناس والأشخاص حياة الشارع مناظر الطبيعية وكذلك تصوير الفيديو فيها قول شنه هي الكاميرا اللي مواصفاتها شاملة ممكن تكون خيار وايد حلو حق شخص حاب التصوير أو يدخل مجال التصوير أو حتى حاب تشتري كاميرا حق البيت شنه هذه المواصفات رح تكلم عنها في هذه الحلقة رح فيكم في هذه الحلقة الكاميرات الشاملة تعتبر من أفضل خيارات الموجودة للناس اللي حابة تدخل في مجال التصوير وحتى الناس اللي حابة تشتري كاميرا حق البيت وحق اليهان هذا النوع من الكاميرات تعطيك نتائج وايد حلوة سواء بالفوتو أو بالفيديو في عندنا خيارين في هذا المجال رغم واحد أنك تاخذ كاميرا تتبدل فيها العدسة فيعني تاخذ البادي بروح والعدسات بروح وأحيانا عدسة واحدة أو عدستين بالكثير توفي بالغرض وأنا دائما أفضل هذا الأوبشن لأنه في المستقبل يعطيك خيارات أوسع في التصوير الفوتوغرافي الخيار ثنك تاخذ كاميرا عدستها منها وفيها وهذا الخيار ممتاز جدا في الفوتو وفي الفيديو تلقاها الكاميرات أرخص من الخيار الأول ولكن قدرات هذه الكاميرا محدودة مقارنة في الخيار الأول الآن شنو المواصفات اللي لازم تكون متوثرة في هذه الكاميرا قبل أن ندى نتكلم عن الخيار الأول ومواصفات الكاميرا راح أطلكم في نهاية الحلقة شاشة وحدة كل المواصفات اللي راح نتكلم عنها في الحلقة تقدرون تسوين عليها سكرينشوت تاخذونها معاكم لما تروحون تشترون كاميرا رغم واحد وايد مهم ان تكون حجم الكاميرا صغير ما تستثقلها في السفر ولا تتعيز انك تاخذها في المستقبل اذا كان حجم الكاميرا كبير مع الوقت رح تتعيز انك تاخذها وترى مو شرط كلش ان الكاميرا ذا كانت صغيرة معنات ان جودتها اقل وايد مهم ان يكون حجم السنسر على الاقل كرب من 20 الى 30 او 35 ميجا بيكسل فهذا الاوبشن ممكن تصوره في استيديو وتصور منتجات تصور اشخاص لانسكيب حياة الناس تعطيك خيارات وايد وحتى بالفيديو رح تكون ممتازة فيه سنسر اكبر من الكرب اي نعم فيه اللي هو الفول فريم ولكن هذه الكاميرا رح تكون اغلب السعر واكبر بالحجم رغم ثلاثة وايد مهم ان يكون نظام الفوكس يتبع الوجوه ويتبع العيون وهذا النظام يديد واغلب الكاميرات اليديدة موجود فيها هذا الاوبشن رغم اربع انها تصور فيديو فور كي لغاية 30 فريم في الثانية كذلك تصور 120 فريم في الاجدي 120 اطار معناته التصوير البطيئ وفيها اوبشن التصوير السريع اللي هو التايم لابس رغم خمسة يكون فيها مانع اهتزاز في تصوير الفيديو رغم ستة في تصوير الفوتو على الاقل تصور من 6 الى 12 فريم في الثانية هذا الاوبشن وايد مهم اذا حابين احنا نصور اكشن معين حركة سريعة شخص قاعد يركض ومانا بيتطوفنا لقطة رغم سبعة وايد مهم ان يكون المينيو سهل كذلك سهل انك انت تغير الاعدادات وتقدر تشبكها بالتلفون تنزل صورك وتنزل الفيديوهات من خلال الموبايل رغم ثمانية احرص ان الشاشة تكون تلت سكرين تقدر تغير مكانها وكذلك تقدر تخليها سلفي وفيها نظام التتش سكرين وتغير الفوكس من خلال التتش رغم تسع ان يكون فيها فتحة حق المايك مهمة جدا اذا انت حبيت تاخذ لقاءات وتاخذ صوت من مايكروفون او اذا حبيت تاخذ فيديوهات فيها صوت وهم كذلك اذا حبيت تحط عليها سماعات تقدر تسمع الصوت اللي قاعد تاخذه في الفيديو رغم عشرة بالنسبة للعدسات اكو خيارات وايد في هذا المجال ولكن انصح في عدسات تكون شاملة رينجها من 24 ل70 وتكون فتحة العدسة ثابتة مثل F2.8 يمكن تكون غالية بالسعر شوية ولكن نتائجها وايد حلوة اذا حبيتوا عدسات ارخص شوية بالسعر تقدر تاخذ 24 ل70 وفتحة العدسة فيها متغيرة رح تكون ارخص من فتحة عدسة ثابتة اما بالنسبة للخيار الثاني اللي هي الكاميرات اللي عدستها منها وفيها هذا الخيار اصغر بالحجم ارخص بالسعر ولكن قدراتها محدودة اقل من قدرات الخيار الاول وعلى فكرة ممكن تحصلون مواصفاتها نفس المواصفات اللي انا ذكرتها ولكن راح تلاحظون ان السنسر يكون اصغر مثل 1 انتش والصور في الاضاءة المنخفضة راح تلاحظون ان جودتها وايد اقل من الكاميرات اللي سنسر يكون كروب كذلك هذا الخيار تقدر تطلع فيها نتائج وايد حلوة ولكن محدودة كذلك في موضوع رينج العدسة ما نقدر نبدل العدسة فاقلت عندنا خيارات او مجالات التصوير اللي ممكن احنا نقدر نستخدم فيها كاميرات الكروب اللي تتبدل فيها العدسة اذا شفتوا هذا المحتوى مفيد لا تقصنوا بالنشر شكرا للمتابعة وان شاء الله نشوفكم في الحلقات الياية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة